لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك انو الامور هدأت لن اكتبخ لتطبخ فيها لوبي ولا اقول السلطة كلها هناك لوبي نافذ ولديه تأثيراته ولديه قوته كان يطبخ طبخة عزل الرئيس الان هذه الطبخة افسدوها الان ماذا بقي لهم بقي الامر احتمالي اما انهم يواصلوا هذه الطبخة بطريقة ما بطريقة ما وهذه الطبخة تتوقف على صحة الرئيس اذا الرئيس زاد مرض مجددا وسقط وضعه الصحي هذه الحالة ستسهل لهم طبختهم واذا كان الرئيس تعافى هذا شيء يعقد لهم مهمتهم ويبقى الامر يلعب باسليم اخرى يتوقف الامر في الايام القادمة الامر الاخر انهم يرقدوا اللعب ويعودوا يصلحوا الامور مع الرئيس ويخلوا الرئيس نورمال يرجع للجزائر يتخذ كثير من القرارات ربما يقيل بعض الوزراء ربما يقيل حتى الحكومة ربما يتخذ بعض الاجراءات تتعلق ببعض الموظفين ومستشارين يوظف بعض المستشارين جدد انا اجزم لكم بانه سيتخذ اجراءات تجاه القسم الاعلامي ربما سيعين رئيس او مدير ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية ومدير الاعلام للرئاسة لان الرئاسة تحتاج الى مدير اعلام تحتاج الى طاقم اعلامي حقيقي يقي نخبوي يستطيع ان يصنع علاقات ويستطيع ان يصنع مشاريع يستطيع ان يعطي المصدقية لرئاسة الجمهورية دول عندها في رئاستها قسم اعلامي الباطل يرجعوا حق نحن الاشكالية انه عندنا قسم اعلامي الحق يرجعوا باطل وهذه هي الكارثة اللي اضرت بالجزائر اذا كما قلت جاء خطاب الرئيس بدون العودة اليهم اشعل بعض الخلافات اغضبهم يعني اغضب الكثير من الدوائر ان الرئيس لم يستشرهم في هذا الخطاب هناك اللي يتفاجئوا شفوه في التلفزيونات ما سمعوا به اصلا ولذلك غضبوا على الرئيس ولكن هذا الغضب لن يطول لن يطول وهناك عملية محاولة لملمة الامر امر هناك اتصالات خفية هناك ربما حتى تكون في اليومين هذا الزيارات قد يظهرون الرئيس غدوة او بعد غد جالس معه حتى مسؤولين في الدولة الجزائرية هذا غير مستبعد معلوماتي تقول انهم سيسافرون الى الرئيس ويلتقوه وسيصورون هذا هذا الابرح فقط هم الان في مرحلة تهدئة وليس في مرحلة التصعيد بعد تهدأ لهم الامور راح يعيدوا حبك او المخططات من جديد الآن الرئيس امام خيارات الرئيس لن يعود الى وضعه الصحي اللي كان من قبل حتى لو كانت شوفه يمشي وشوفه في مكتبه وشوفه عادله ملامحه راح يبقى يعاني من المرض الرئيس لن يشفى تماما لانه 75 سنة وعنده امراض وكذا وكذا لن يعود الى وضعه الصحي الكامل اما انه الرئيس سيبقى يمارس مهامه بصفة عادية في ظل هذا الوضع اللي هو عليه جديد الامر الثاني اما انه سيتخذ بنفسه انه وحده يوجد القانون الانتخابات وكذا كذا ويعلن عن انتخابات رئاسية مسبقة لن يترشح لها في غضون فطرة 6 شهور ولا في غضون سنة او انه هذا الرئيس يسر على اتمام مشروعه بالطريقة التي وعد به وهذا طبعا راح يخليه دائما في صراعات ونزالات خاصة انه الرئيس كما يقولوا ما عندوش قوة ما عندوش قوة معاه حتى اللي ظهروا معاه رهما عندهمش تأثير القضية يتوقف قوة الرئيس توقف قضية وقوفه معاه المؤسسة العسكرية ترى هل المؤسسة العسكرية بقية شنغريحة وقفة معاه المئة في المئة كون الرئيس يخرج لهم في امور معينة كون يتخذ قرار بتنحية جنرال من الجنرالات راح يغضب عليه غضب كبير يعني راه متحكمين في وزارة الدفاع متحكمين في قيادة الاركان متحكمين في الاجهزة صاروا حتى الرئاسة متحكمين فيها وهم يريدون الحفاظ على هذه السلطة إذا كان الرئيس راح يقفلهم بالمرساد راح يدفع الثمن غالي ربما يجد نفسه حتى والله ضحية انقلاب مقنن ومطبوخ طبخة مع دوائر خارجية هذه الدوائر الخارجية تعطيه شرعية ما تقدروا تتصوره إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد في هذه المداخلة بلا أدنى شك أنها كانت هناك طبخة هذه الطبخة هدفها إسقاط الرئيس يسمن قبل حاولوا إسقاطه أنهم يوصلوه إلى صدام مع الشارع بعد ذلك جاءت مرحلة المرض حاولوا إسقاطه عن طريق استغلال مرضه والطريقة التي تعاملوا بها معه كانت فقط أفقدت ثقة الجزائريين في رئاسة الجمهورية وإذا فقدت جمهورية ثقة الجزائريين فيها بهذه الحالة معناها حتى الرئيس يفقد الثقة أمر آخر أنه حتى الدستور في حد ذاته ورطوه في الاستفتاء الدستور ورطوه بمعنى الكلمة نعم ورطوه لأنه شفت نتائج الاستفتاء لو كان الرئيس عنده مستشارين حقيقيين لا نصحوه بأن لا يذهب إلى الاستفتاء أن الأولوية انتاعه هي مكافحة توباء كورونا ولكن للأسف الشديد الرئيس تورط وشفت النتائج ورح يبقى دائما أن يعاني الرئيس من دستور ليست له شرعية شعبية الآن إذا ذهب إلى انتخابات أخرى كالانتخابات البرلمانية نفس الشيء سيكون العزوف الشعبي بل أنها ستتسبب في تعليب الشارع الجزائري في ظل هذا الفقر وهذه الأزمات التي شفناها بسبب وباء كورونا وما خلفته على وضع اجتماعي للجزائريين إذن أن الجهات التي توصي الرئيس استورطه هل هو مقتنع بالشيء الذي يدير فيه إذا كان هو مقتنع فهي كارثة وإذا كان غير مقتنع فهي أم الكوارث لأن هناك الذي يجبر الرئيس على هذا الشيء أما إذا كان مظلل يجري تظليله بهذه الطريقة فحيها أيضا كارثة أخرى لأنه لا يعقل أنه رئيس دولة يمر بانتخابات 12-12 التي لم تكن فيها المشاركة بما يجب أن يكون وبدأ عدو بعد ذلك يدخل الاستفتاء شعبي هذا الاستفتاء الشعبي تشارك فيه هي لسبة ضئيلة من الجزائريين للاستفتاء على وثيقة التي تعتبر أهم وثيقة نفس العرابة الذي صنعته دوائر بتفليقة من قبل الذي كتب له الدستور هو نفسه رح يزيد يعد قانون الانتخابات وإذا عدلك العرابة قانون الانتخابات يا سيادة الرئيس فإنه بذلك زيد يقضي على شعبيتك يخلي الجزائريين ما يروحوش لسناديق الاقتراح وبذلك تكون خلاص أنت راهم حطاتك العصابة في وضع لا تحسد عليه أنهم قولوا بأنكم كنتوا تلوموا في بوتفليقة في الانتخابات يقول لك بوتفليقة على الأقل كانوا يشاركوا يشاركوا الكثير من الجزائريين ينفل الاستفتاءات ها هو والانتخابات ها هو الرئيسكم دستور يشاركوا فطاو عليه ثلاث ملايين بالموافقة من أكثر من 44 مليون جزائري رح تجي انتخابات برلمانية أيضا رح يترشح جمعة الشكارة الأحزاب هذه أحزاب الشيتة وأحزاب دكاكين الحزبية هذه رح تمارس نفس الطريقة اللي كانت تمارس فيها في عدد بوتفليقة لأنه لم يتم تنظيفها وتطهيرها من المفسدين وشفنا هذا البعجي انتعرفها لان في الوقت للجزائريين عاملين حملة على السفير الفرنسي وعلى تدخلاته في الشأن الجزائري يقوم يجيبوا يكرموا حتى أن النائب كمال بالعربي كشف بأنه البعجي هدده هاتفيا إذا وصل الحديث عن ملف الاعتذار الفرنسي للجزائري شوفوا لوصلنا جبهة التحرير يتقول لك أنا هي جبهة التحرير التي ورثت جبهة التحرير اللي كانت في الثورة الآن رئيسها شوف كيفاش يطبل وكيفاش يكرم السفير الفرنسي بل أنه يعمل على منع الحديث عن ملف الاعتذار هذا من المفروض تتم إسقاطه انتوا بتقولون نرى ندخلنا في مرحلة النوفمبرية والباديسية ولا نشوفوا لها لذلك أنهم الجزائريين للأسف شديد الجزائريين عاطفين عاطفيين جدا وهذا من الأخطاء التي يجب أن نتوقف عليها اللي يجي يلعب لهم على وطر فلسطين يصف قولوا اللي يجي يلعب لهم على وطر الكره للفرنسا يصف قولوا هما يكذبوا عليكم يقولون لكم بأننا انتخذوا أمور معادية لفرنسا وهم يحلموا يدوا إقامة في فرنسا ويقولوا بأننا ضد النفوذ الفرنسي وهما اللي يجيبوا في الفرنسيس ويعطوا لهم في النفوذ ويخدروا فيكم بالشعارات وبهذه الأشياء أمر آخر أنه يجيوا وقولوا لكم نحن لا نهلوا للتطبيع نحن مع فلسطين أو ظالمة أو مظلومة يا جماعة والله كل كلام فارغ يكذبوا علي الجزائريين فقط ويدغضغوا في مشاعرهم حتى تصريحات الرئيس ضد التطبيع جيت في ظروف كان أراد مغازلة الشارع الجزائري باشي يروح لصناديق الاقتراع هذا هو كان سببها الأكثر لأنه عندما تتفق القوى الكبرى القوى الكبرى في قضايا كبرى أي الصغار ما عندهم غير يتبعوا وجزائر دولة ضعيفة وهشة من الناحية السياسية من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من الناحية الدبلوماسية من كل النواحي الدولة الجزائرية هشة رغم أنها عندها كل المقومات أنها يكون دولة قوية عندما يكون نظامها يتعامل بهذه الطريقة الرئيس يمرض يطبخونه في طبخات رح يطيحوه ويطيحوه بطريقة طيبات الحمام الرئيس اليوم من هذا ما شفنا عنده حتى برنامج ما كانش أعطى برنامج وعد الجزائريين أن يسترجع الأموال ما عليه جات ظروف كورونا وجات هذه الأشياء الجزائري ولا ما يقدرش يروح لبوسطة يجبت شهريته عادي يقول لك ما عدنا نتمنى الرجع دراهمي أنا فقط تعخدمتي بشر ربي بهولادي إذن إخواني الكرام ما يحدث هو مؤسف جدا جدا وأنا عندما أقول هذا الكلام لا يعني أبدا أنني أسود الواقع لكن يجب أن ننظر إلى الواقع في حقيقته من أجل أن نتجاوزه من أجل أن نصلح الأمور ما نجيش نزركش لك شيء هو فاسد ونحط له بالألوان وهو نواري بنون باش فقط باش تظهر الجزائر لا المعارك الكبرى لا تنتصر بها تنتصر فيها بقوة مزيفة ولا بشعارات طنانة ورنانة المعارك الكبرى تنتصر بها لما تكون كبير حقيقة لما تكون قوي حقيقة ما تروح ليش المعركة تدي لي شخص أعمى ومريض عنده كل الأمراض وتقول لي وتدير له هالة إعلامية على أنه قوي وتنتظر أنه تنتصر أبدا ستهزم شر هزيمة لا يجب أن تكون قوي حقيقة وليس بالدعاية لهذه الأشياء هذه أمور تحدثنا عنها كثيرا أختم الكلام إخواني الكرام أن ظهور الرئيس أفسد طبخة لعزله والآن أن هذه الفئة أو هذا اللوبي الذي خطط لعزل الرئيس لا يعني أنه انتهى ولكنه دخل مرحلة المهادنة حتى لا تنكشف أوراقه والرئيس بحد ذاته لن يذهب بعيدا ضدهم لأنه أيضا يريد أن يهادن ويعود إلى ممارسة مهامه في ظرف صحي سيء لأنه لو يرفع أيضا من حجم التحدي لهم سيستغلون ظروفه الصحية ويتخذون أشياء كثيرة لا يمكن أن تختر هذا ما أردت أن أقوله إخواني في هذه المداخلة هناك جوانب كثيرة ما زال سيطول الحديث فيها وهناك الكثير من المعلومات سنحاول التحقق منها وعندما يستوي الأمر سنتحدث إليكم فيها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله